عون عن انتخابه رئيسا من قبل القوات ليلة مشاهد خاصة عند تخوم فليطة المعارك لا تزال مستمرة لبنان يستعد للعصفة الثلجية زينة ايه لا في حركة الحمد لله صباح الخير الكلمة الفصل بشأن الحوار مع القوات قالها العماد عون للأسبوع في ساعة وأكد أن مبادرة الحوار أتت من الدكتور جعجع وهي ليست مغامرة حوار مسيحي مسيحي يأتي على وقع حوار بين حزب الله والمستقبل مستوفيا الشروطة السياسية ويلتأم على وقع العاصفة زينة في بلد زينه تراكم الفساد متغلبا على تراكم الثلوج والعاصفة إقليميا هدى في دول لا تسير على هدى وتتراكم من حولها مرتفعات الإرهاب لبنانيا وصلت طلائع زينة المستمرة حتى الخميس وارتفعت الرايات البيض في الجبال والتي تخشاها الرايات السود وتعتبرها عدوا وجبت محاربته ومن هنا بدأت معركة فليطة والتي تركزت عند نقطتي المسروب وجب اليابس لكن النصرى ظلت عند عتبة المسروب ولم تتمكن من التقدم بعدما استقدم الجيش السوري وحزب الله تعزيزات إلى الموقع أما في ملف التفاوض فقد برز تطور جاء عبر سقوط أوراق عدد من المفاوضين المزعومين وعودت اللواء عباس إبراهيم كوسيط رئيس مكلف من الدولة وعودة المدير العام للأمن العام جاءت بعد مرحلة اعتكاف لعب فيها الوسطاء دورا مؤذيا واستثمروا في حزن الأهل ما يكفي وبحسب معلومات الجديد فأن الوسيط الذي يتعامل معه إبراهيم هو أحمد الفليتي ووفقا لهذه المعلومات فأن داعش والنصرى أصبحتا في إطار المعقول من المطالب وشرطهما لا تشمل الأسماء المستفزة على أن الجانب اللبناني لم يوافق على جميع مطالب الخاطفين بعد والتي لا تزال في دائرة التفاوض السري أما في معارك العلن ومباشرة على الهواء فيخوض ثلاثة وزراء اليوم حرب الفساد التي نخرت الطحين والسكر والكفيار وسائر المرافق والمرافق الوطنية وزير المال علي حسن خليل خبط ثلاث مرات ولعب مع المهربين لعبة مطاردة شرسة وأعلن ضبط وأحباط ثلاث محاولات تهريب مخدرات واليوم جولة له على العنب الرقم 6 في مرفأ بيروت تواكبها جولة لوزير الصحة والمفعور على عناب رادة السلط بوزارة الاقتصاد أو الاختصار الورقي ويبدو أن وزير الصحة سيمضي يوما من العنبر والسكر بكشفه فضائح آلاف الأطنان من البضاعة المتلاعب بأوراقها وتاريخ صلاحيتها وإعادة تكريرها إذن النائب الممدد ميشيل عون أعلن من برنامج الأسبوع في ساعة أن مكان الحوار بينه وبين رئيس حزب القوات سمير جعجع لم يحدد بعد وقد يكون في أي لحظة مؤكدا أن لا إحراج في طرح اسم سليمان فرنجي وقال أنا أؤيده بناء على قناعة لا لأن اسمه يأتي من الخارج وعن حوار المستقبل حزب الله كشف عون أنه لتبريد الأجواء وهو صنع إنجازات معينة ستظهر لاحقا إحنا إرادتنا جيدة وبدنا ونوينا جيدة من أن نوصل إلى الاتفاق لأن اللبنانيين منتظر إلى الاتفاق أنا طبعا وفقت من كل قلبي على هذا الموضوع هل يمكن للدكتور سمير جعجع أن يوما ما أن يقتنع وتصوت كتلته النيابية للعماد عون كرئيس للجمهورية لا أنت متفائل يعني لماذا تريد أن تكون متشائف ما هي الاستثنائية يعني ما أنها معجزة لا طبيعية ولا معجزة إلي هي بل التنعب هو بيقول أنه مش المهم هو يصوت له المهم كل الوطني يصوت هو اللي عنده إمكانية اختراء الكل هو بتصوت له السعودية ترفض مجيئك كرئيس للجمهورية حسب ما قلت سابقا أنه في رفض من وزير الخارجية السعودي أنا الكلام سمعته من مراجع توحي بالسعوة أو عندي سعوة فيها مراجع محلية أنا ما سمعت حدا مراجع لبنانية مراجع لبنانية نقلت هذا الكلام نقلت هذا الكلام فينا نعرف مين؟ لا 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 هذا شي سموه كنفيدانسيال المجالس بالأمنات المجالس بالأمنات لأنه ما بدنا نخلق نحن لأنه في أكثر من شخص بيعرفها هذه القضية مش أنه يتيمة وسألت لي يعني قدرت تعرف لي يعني صار في نقاش أنه شو شو السبب هيك يعني مزاج مثلا ما بدون هيك رئيس في عندنا أسبابون أنا ما نشاهد الأسباب هذه أنه في أسباب لأننا ما كنا لكل الدول العربية إلا صداء في مشاهدة خاصة بالجديد المعارك بين النصرى وداعش في مواجهة حزب الله والجيش السوري في جرود فليطة مستمرة تقرير رامز القادي هذه الصورة الحصرية هي من موقع المسروب في جرود فليطة تظهر هذه المشاهد الملتقطة للموقع بالأمس مدفعية الجيش السوري وحزب الله يتصديان لجبهة النصرى بعد تنفيذها هجوما كبيرا للسيطرة على الموقع الاستراتيجي طبيعة الموقع واشتلال الضباب سمحت لمقتل النصرى بالتقدم إلى عتبة الموقع ولكن التحصينات الكبيرة من قبل الجيش السوري وحزب الله صعبت المهمة على النصرى وأجبرتهم على التراجع بعد سقوط عدد كبير من القتلى وبحسب المعلومات فإن النصرى كانت تخطط لاحتلال الموقع فيما تتقدم مجموعات أخرى باتجاه بلدة فليطة لاتقاء برد الشتاء لكن العملية باءت بالفشل النصرى وعبر هذا البيان أعلنت مشاركتها الوحيدة في هذه العملية نفية أي مشاركة لفصيل آخر في هذه العملية رامز القاضي قناة الجديد العاصفة زينة تقترب من لبنان تقرير رشال كرم لم تحمل العاصفة نانسي معها الثلوج كما فعلت زينة التي زينت طبيعة لبنان وجعلت من المرتفعات مقصداً لللبنانيين ولغير اللبنانيين بينها منطقة كفردبيان في جرود كسروان بها الوقت عادتنا كانت تبقى في تلش بفريا ولا بعدها هالسنتين الماضيين لا بس قبلوا كان يكون عندنا متر تلشي يعني أنتوا راضيين هالمرة على التلشي الحمد لله متأملين بالخير والعالم بلاش يطلع ويحددك عندك مطعم بلاش يطلع ايه لا في حركة الحمد لله نعم سجينة بنتسيح بالثرج حلو الجو كلش حلو لطيف فيش بارتشو في بارت نحنا ومعوادين على الطقس هيدا الفنزول عطول طقس شاوب واحد بيبرم لكل الكون متل لبنان ما بيلاقي اقتصدت كفردبيان بالناس وبدأت تمارس النشاطات الشتوية نعلى راد بلاش نحنا عنا سكيدو وبعدنا نطرين استاسيون تتفتح يبالشوا سكي وصير في شوية حركة اكتر نسكيدو العالم بلاش تتاخد ايه بلاش تتاخد سكيدو العالم هون بدنا نعمل شوية دريفت نكيف شوية مت ما بقوله كله بيش بيعمل هون كله بيش بيعمل تب خلينا نشوف لك انا شو بدنا نعمل بالزبط اوكي كثرت الالعاب الحماسية على الثلج بينما بقيت مراكز التزلج مقفلة حتى الساعة هلأ الحرارة هلأ بهلوقت ثلاثة نحنا عنا سميكة حوالى الاربعين سنتيمتر صاروا على البيستات بشكل تقريبي على كل البيستات فيه مطارح اكتر فيه مطارح اقل هايدي السميكة بعد ما بتسمح بفتح البيستات نمدك على القليل سبعين سنتيمتر مثل ما واعدين حتى على الاطلوع يعني هلأ طبعا الكاميرا ما هتقدو لانه في خطاية كتير اكيد على البيستات العالية مثل المزار اكيد وراس الوردي فيه سميكة اكتر شوية بس ما بتكفي تيكون هالبيستات امنة للمتزلجين ايمتا هتفتح نحنا يعني العلم عند الله اكيد بس اذا متل ما هي جاي العاصفة ويعدينا فيها يعني عاصفة على ثلاثة اربعة ايام وفيه سميكة ثلوج كبيرة اكيد بعد العاصفة اكيد فيه تحضيرات يومين وبتفتح نقال الله راد البيستات وبتستقبل كلنا جرافات كلها مستعدة الشرطة البلدية على قهبة الاستعدادات كوى الامنة الداخلة اذا بين حماسة فصل الصيف وروتين فصل الخريف يبدو ان زينة وحدها ستعيد الحماس والجمال الى فصل الشتاء بعد غياب سنتين من كفر دميين رشال كرم قناة الجديد والوزير غازي زعيتر اكد جهوزية وزارة الاشغال العامة والمديريات الاقليمية تحسبا لأي عاصفة كل الادارة المعنية والمديريات الاقليمية تقريبا على جهوزية كاملة وفقا للامكانيات المتوفرة بالاضافة لانه تستعين تستأجر ايليات من مواطنين او من شركات اذا محتاجت لمثل هذه الايليات ان شاء الله انه ما نتواجه باي مشكلة طبعا يمكن في بعض الطرقات الجبلية تقفل الى بعض الوقت ولكن يعني بس تسمح الظروف فورا يعني الاهم او المهم بالنسبة لنا هو انه موضوع ما حدا يعني يعلق من اهلنا من المواطنين في اي مكان يواجه صعوبات ابدت تعليمات وزير المال علي حسن خليل بالتشدد في تطبيق التدابير والاجراءات الجمركية على مختلف المعابر الحدودية الى تحقيق قضايا نوعية اذ وخلال الساعات الثماني والاربعين الماضية تمكن رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي من احباط ثلاث محاولات تهريب مخدرات ثلاث عمليات نوعية في اقل من اربع وعشرين ساعة حققتها عناصر جمارك المطار في بيروت اذ قامت صباح هذا الاحد بتوقيف ميمحاء مصري الجنسية موليد عام خمسة وستين كان قادما من القاهرة ولداء حالته على التفتيش تبين انه ينقل ايقونتين على شكل لوحتين وفي داخلهما اقراص ذات لون احمر كناية عن اقراص مخدرة من نوع ترامدول بلغت كميتها الفين وواحدا وخمسين قرصا تزن ستمائة وخمسين جراما وكان عناصر جمارك المطار قد ضبطوا صباح نهار السبت ثلاثة كيلو جرامات ومائة جرام من الكوكايين على جسد المسافر البرازيلي وثلاثة كيلو جرامات اخرى وسبعمائة جرام من مادة الكوكايين المخدرة مع مسافر اخر من التبعية النيجيرية كان متوجها مساء السبت الى ابيجان عن طريق الترانزيت على متن خطوط طيران الاتحاد ابو ظبي وكانت الشحنة موضبة ضمن خمسة واربعين انبوبا من الانبيب التي تستعمل لتغليف السيجار وجرى الاشتباه بالحقيبة وهي على حزام الحقائب وقد ابلغ القضاء المختص بالقضايا الثلاث وجرى تسليم المضبوطات والمخالفين الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت قضية السكر منتهي الصلاحية ما زالت تتفاعل واليوم جولة لوزير الصحة ومؤتمر صحفي لوزير الاقتصاد السوداءات فيها اتضاع على ناس كمان بدي يجي صاحب العليا اذا بيجي صاحب العليا وبيوافق تفقدوا ارسانا نحن كجمرو انا ما ايلي حق افتح وفوتوا اتربدي فيه تراتبية فيه عندي رؤسة بيجي رئيس يعطيني عمل بفتح وجود صاحب العلاقة وابطاعة بعد كثير من الاخذ والرد تمكن مفتش وزارة الصحة قبل ايام قليلة من دخول عنابر مرفق طرابلوس حيث عثروا على نحو 700 طن من السكر منتهي الصلاحية كانت كفيلة باشعال حرب بيانات بين وزارتي الصحة والاقتصاد اسئلة عديدة وجهها وزير الصحة وائل ابو فعور عبر مكتبه الى وزارة الاقتصاد التي ردت انها غير معنية بالاجابة باستثناء ما يتعلق بكمية البضاعة الموجودة حاليا في المستودعات وتاريخ ادخالها الى الاسواق اللبنانية فما كان من وزارة الصحة الا ان اقترحت استبدال اسم وزارة الاقتصاد الوطني باسم وزارة الاختصار الورقي والاقتصاد في المهام وفي حين تؤكد وزارة الاقتصاد ان كمية السكر الموجودة في المرفأ هي لاعادة التصدير تصر وزارة الصحة على ان هناك قطبة مخفية خصوصا انه وبحسب المعلومات فان السكر كان يفترض ان يصل الى السودان فما الذي اتى به الى لبنان ولماذا عدم الوضوح في تصنيف هذه البضائع واين ما نفست الاستهلاك الذي كان يجب ان يصل الى وزارة المال المؤكد ان العنابر التي وجد فيها السكر جرى تأجيرها لشركة خاصة المؤكد ايضا ان المعركة بين الصحة والاقتصاد لم تنتهي لا بل ستشتعل ابتداء من الاثنين مؤتمر صحفي مرتقب لوزير الاقتصاد الان حكيم ورد متوقع من وزير الصحة بعد الفاصل اكتشاف مغارة في مجد الزون تتقبل عائلة الرئيس عمر كرامي التعازي بوفاته غدا من الساعة العاشرة وحتى الواحدة بعد الظهر ومن الثالثة حتى السادسة مساء في قاعة بافيون رويال في البيال وفي طرابلس استمر تقبل التعازي تواصلت الوفود الرسمية والشعبية بالتقاطر لتقديم واجب التعازية بالرئيس الراحل عمر كرامي ويستقبل المعزين شقيقهم عن كرامي ورئيس الحكومة تمام سلام الذي شارك عائلة كرامي بتقبل التعازي إلى جانب الرئيس نجيب ميقاطي ونجلي الراحل خالد والوزير السابق فيصل كرامي وأفراد العائلة ومن أبرز المعزين مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري على رأس وفد من تيار المستقبل والوزراء نهاد المشنوق وعبد المطلب حناوي ومحمد المشنوق وميشيل فرعون ورشيد درباس وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد جواد خليفة النائب الممدد سليمان فرنجي كذلك عز بالراحل شخصيات ووفود دينية وحزبية وعسكرية إضافة إلى وفد من قناة الجديد بتصور صعب كثير أنه يتعود نحن متأملين بفايصل أفندي أنه هو يجعي عبده هذا المواع وبتصور يعني مثل ما نعرفه كصديق وكأخ وكأبنه أنه هو على أد هدي المسؤولية والمستابع الحياة الجهازية قسر لبنان بفقدانه هذه القامة الوطنية وهذا الرمز الكبير ولكن الله سبحانه وتعالى يعوض عبر خلفه الوزير فيصل كرامي وعبر أتباعه الذين وكبوه في السياسة وأنا أطلب من الله أن يمنى على معالي وزير الشباب أن يكون سمرة من سمرات أبيه وهذه العائلة الكريمة وكان من بين المعزين رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار الذي تعرض لوعكة صحية خلال تقديمه التعازي ووصل فريق من الصليب الأحمر وأجر له الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى نيني في ترابلس يرافقه الرئيس نجيب ميقاتي أشعر مسؤول منطقة البقاع في حزب الله النائب السابق محمد ياغي إلى أننا نعيش وضعا جديدا ونحن أمام مجموعة أمور أساسية ينبغي أن تعالج وقال ياغي أن عجلة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل انطلقت وثمت أمور أساسية سيبدأ بحثها اليوم ومنها الإرهاب والاحتقان المذهبي والأزمات الداخلية منذ اللقاء الأول نحن لمصنا جدية حقيقية في هذا الحوار الذي إن شاء الله سيؤدي إلى نتائج إيجابية كبيرة ستنعكس على وضع البلد بشكل عام وإننا نتطلع أيضا إلى الحوار الذي سيجري أيضا بين الأفريقاء المسيحيين شركائنا في الوطن أيضا لعنوين مماثلة ولأزمات أيضا مماثلة طبعا نحن ندعو إلى حوار بين كل هذه القوى من الطرفين من الفريقين من أجل الوصول إلى حلول ناجعة ومن أجل انتخابي أو اختياري رئيس جمهورية يكون قويا وقادرا إقفال مطمر النعمي مطلب لا عودة عنه لأهالي غرب قضاء علي عقد اجتماع موسع للحزب التقدمي الاشتراكي وللأحزاب في منطقة غرب قضاء علي تحت شعار إقفال مطمر النعمي مطلب شعبي ووطني جامع إلى جانب البلديات والجمعيات البيئية وهيئات المجتمع المدني لمتابعة موضوع إقفال مطمر النعمي فليسمح لنا نبهنا بالوقت المناسب وعطينا مهلة طويلة لإيجاب الحل لا حل حتى الآن فليتحمل كل مسؤوليته صديقنا فعلا صديق صديقنا وزير البيئة قال إن المطمر مرفق عام أقول صديق المرفق العام أشبع والوجع محلي والمرفق حراسه وأدو واجبهم كاملا فليسمح لنا وليبحث عن حل خارج هذا المرفق وأجمع اللقاء على إقفال المطمر في الموعد المحدد في السابع عشر من كانون الثاني الجاري رافضين أي تمديد تقني ومحملين مسؤولية ما وصل إليه هذا الملف إلى الحكومات المتعاقبة مغارة جديدة في باطن أرض لبنان موقعها هذه المرة مجدلزون عثر في خراج بلدة مجدلزون في قضاء صور على مغارة طبيعية تكونت على مدى آلاف السنين في جوف تل يرتفع نحو خمسمائة متر عن سطح البحر علما أن أهالي البلدة يستخدمون المكان مكبا للنفايات وقد تسببت غزارة الأمطار التي تساقطت في الأيام الماضية إلى تكون بركة مياه إن خسفت تحت أقدام صيادين هوات لينكشف لهم وجه المغارة وفي التفاصيل أنه فيما كان صيادون يمارسون هواية الصيد تكشف لهم خلال تجوالهم باب المغارة فأبلغوا البلدية على الفور التي أبلغت بدورها مديرية الأثار في مدينة صور وتبين أن المغارة تحوي مجموعة كبيرة من الصواعد والصواقط الطبيعية التي تتشكل عادة بفعل الرطوبة وتسرب المياه الكلسية مشابهة لتلك الموجودة في مغارة جعيتة وتحوي أيضا أشكالا نحتتها الطبيعة بالصخر وتكونت فيها على مدى آلاف السنين نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ترعى المولد النبوي في جمعية الشابات المسلمات وتعلن عن إنجاز مسروع دمجي المعوق لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف رعت الوزيرة ليلة صلحة حميدة الحفل السنوي الذي تقيمه جمعية الشابات المسلمات في الأوزاعي وأعلنت الصلح عن إنجاز مشروع دمجي المعوق من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وكان في استقبالها رئيسة الجمعية نجاح الشعار والأعضاء بحضور عقيلة مفتي الجمهورية معالي السيدة ليلة أنتم نعمة من الله للوطن ونعمة من الوطن لنا رحم الله الرحل الكبير رياب بيك الصلح وحرمه الذي انتقى هذا المكان والمجاور لقصره لتشيد مبنى الجمعية واستمر احتضان الجمعية من هذا البيت العريق مع الأمير الملكي الوليد بن طلال وكيف لنتبارك جميعاً ونحن في مقام الإمام الأوزاعي رضي الله عنه الذي وقف يوماً بوجه الخليفة العباسي رافضاً تهجير المسيحيين أي مدافعاً عن العيش المشترك آنذاك والدي رياض الصلح الذي أوصى أن يدفن بجوار شفيعه رحم الله عبد الرحمن الأوزاعي صاحب العمامة الوطنية والإمامة المعتدلة في مولدك يا سيدنا محمد عليك أفضل الصلوات أصبحنا اليوم نقبض على ديننا وكأننا نقبض جمراً بعست فينا ديناً حنيفاً واليوم أضحى الإسلام عنيفاً كنا خير أمة أخرجت للناس واليوم بتنا أسوأ الناس شوهوا سيرتك الطاهرة يا رسول الله وأساءوا إلى سنتك الحسنة ذبحوا وشردوا واستباحوا أفضل الأسماء من من حمد وعبد ومن أسماء الصحابة وأرهبوا بها يا رسول الله داقت بنا الدنيا فأوسعنا بالأمل يا رسول الله دخل المرض دارنا فاستبرئ أرواحنا يا رسول الله نسينا الجهاد فاستنصرنا على أنفسنا عاشت أمتي وعاش وطني وكل عام وأنتم بغير وكانت صور تذكارية بعد الفاصل الأسد مشاركاً في ذكرى المولد أهلاً بكم من جديد نجح الاتلاف السوري المعارض بعد خلاف لثلاثة أيام في الاتفاق على انتخاب خالد خوجة رئيساً له ب56 صوتاً فيما انتخب يحيى مكتبي أميناً عاماً ونغم غادر نائباً أول وهيشام مروي نائباً ثانياً وفي دمشق الرئيس السوري بشار الأسد شارك في احتفال المولد النبوي الشريف في إطلالة هي ثانية خلال اليومين الماضيين وتحديداً بعد أن احتفل برأس السنة مع جنود الجيش السوري شارك الرئيس السوري بشار الأسد في الاحتفال الديني الرسمي الذي أقيم في ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع الأفرم بدمشق الأسد أطلوا بحسب التلفزيون السوري بين الجمعة مشاركاً ومصلياً وقد ألقيت للمناسبة كلمات شددت على ضرورة رص الصفوف ومحاربة الإرهاب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ميدانياً تواصلت الاشتباكات والعمليات العسكرية في مختلف المناطق السورية لا سيما على جبهتي ريف حلب وحي جوبر في دمشق وتواردت الأنباء عن تمكن تنظيم داعش من إسقاط طائرة حربية فوق مطار كويروس في ريف حلب فيما قام مسلحون بتفجير مبنى في حي جوبر كانت تتحصن فيه قوات النظام ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة والصباحاً نفذت طائرات حربية غارات جوية استهدفت جرود منطقة القلمون في ريف دمشق وعلى المقلب الآخر استهدف الجيش السوري تجمع عن المسلحين في محيط شارع الفصول الأربعة في خان الشيخ بريف دمشق ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين بينهم سعوديون وكويتيون ومصريون وأردنيون وتدمير مستودع للأسلحة والذخيرة السحفي البريطاني جون كانتلي المعتقى لدى تنظيم الدولة الإسلامية أطل في تقرير مصور جديد من داخل مدينة الموصل أظهر فرض التنظيم الأمن والاستقرار داخل المدينة التي يقتنها مليون نسمة للمرة الثانية يبدو الصحفي البريطاني جون كانتلي المعتقى لدى تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من سنتين مرتاحاً أثناء حديثه في تقرير نشرته داعش وهو واصل التسويق لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال تجوله في سوق ومستشفى داخل الموصل أظهر حياة طبيعية تعيشها المدينة وفقاً للتقرير وكذبت جون كانتلي في الإصدار الذي حمل عنوان من داخل الموصل وسائل الإعلام التي نشرت تقارير تفيد بترد الوضع المعيشي في الموصل وانعدام المواد الأساسية مبيناً أن أسواق الموصل مثلها مثل باقي الأسواق ولا تفتقد أي شيء وفق قوله الرهينة البريطاني لم يكتفي بالتجول على قدميه في الموصل بل ظهر أثناء قيادته سيارة داخل المدينة تبعها بركوب دراجة نارية تابعة لشرطة الدولة الإسلامية مؤكداً أن شرطة الدولة لا تخاف ولا تهرب بعكس شرطة الحكومة التابعة لأمريكا وفق تعبيره وزار جون كانتلي مستشفى الموصل الرئيسي وتحديداً قسم الأطفال ووفقاً لكانتلي فإن جميع احتياجات المستشفى والأطباء توفرها الدولة الإسلامية وفي مشهد طريف ناشد كانتلي طائرة مسيرة تحوم فوق سماء الموصل بإنقاذه إلا أنها توارت عن الأنظار حيث علق قائلاً هذه الطائرات بلا جدوى حرس الحدود العراقية السعودية يصد هجوماً لتنظيم داعش أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن قوة من حرس الحدود تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش على مخفر عن نازا الواقع على الحدود العراقية السعودية غربي الرمادي وأسفرت المواجهات عن مقتل عنصرين من التنظيم وإصابة أربع آخرين إضافة إلى مقتل أحد أفراد الحرس وإصابة اثنين آخرين وكان المهاجمون قد انطلقوا من مدينة الرطبة العراقية غربي الرمادي يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية والسعودية تشارك فيها قطاعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر لملاحقة التنظيم وقد تعمدت داعش التي تضم في صفوفها أكثر من خمسة ألف سعودي الهجوم على المخافر الحدودية في الأنبار العراقية لا سيما تلك المخافر ذات الحدود المشتركة مع السعودية في محاولة للسيطرة عليها إلا أن محاولاتها لغاية اليوم باءت بالفشل رئيس وزراء العدو بن يمين نتنياهو يؤكد أنه لا يسمح بجر الجنود الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية ووزير أمنه الداخلي يكشف أن الحرب المقبلة على غزة باتت قريبة بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياد منصور رسالة رسمية في هذا صدد داخل مقر المنظمة الدولية في نيويورك على أن يدرس هذا الطلب الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون ويبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة ستين يوما وجاء رد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على تقديم الفلسطينيين الطلب عنيفا إذ أكد أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب يذكر أنه في حال موافقة الأمم المتحدة على انضمام فلسطين إلى المحكمة يمكن عندئذ ملاحقة قادة العدو الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب الأمر الذي أثار غضب سلطات الاحتلال ومعها الولايات المتحدة واعتبرت واشطن أن من شأن ذلك تأجيج النزاع في الشرق الأوسط يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الجولة المقبلة من الحرب على قطاع غزة باتت أقرب مما يتصور أحد وذلك لضرب حماس مرة أخرى عنوين صحف اليوم الاثنين خمسة كنون الثاني والبداية مع النهار حوار عينتين اليوم من دون اختراقات المفاوضات لإطلاق العسكريين لم تعد باردة الخوجة رئيسا للإتلاف السوري ومنح الحكومة الموقعة السقة إسرائيل جمدت عائدات الضرائب للفلسطينيين وعباس يبحث في تقديم مسروع قرار جديد وفد سعودي يبحث في بغداد في إعادة فتح السفارة السعودية في العراق المقفلة منذ عام تسعين في السفير الحوار الثنين لتخفيف الاحتقان وعون لا يمانع ترشيح فرنجي معركة فليطة النصرة تفشل في فك الحصار السلطة الفلسطينية تلوح جديا بتسليم المفاتيح مأزق الجنائية يربك إسرائيل ويلجمها رئيس البرلمان للسفير سيقدم رئيس الوزراء اليوم خلافات داخل نداء تونس بشأن الحكومة ننتقل إلى صحيفة الأخبار تركيا تبدأ عطافتها إسقاط الأسد لم يعد شرطا للحوار الحكومة تشكو فشلها سلامة الغذاء فضائح بلا محاسبة ننتقل إلى عنوين الأنوار عون يتحدث عن حواره مع جعجع والمستقبل وحزب الله يواصلان حوارهما اليوم العاصفة الثلجية زينة تضرب لبنان والمنطقة مواجهات عنيفة في القلمون قرب الحدود مع لبنان ننتقل إلى الديار عون آمل بتأييد القوات ولن أكرر الخطأ الذي حصل قبل ست سنوات لا يجوز مفاوضة التكفيريين ويجب محاسبة من سهل احتجاز العسكريين فرنسا تبحث في الرياض تسليم أسلحة إلى لبنان المالكي نجر السنة والشيعة إلى التهلكة موازنة داعش للألفين وخمسة عشر مليار دولار في صحيفة المستقبل العون لجعجع لبخاف لبخوف المواجهة بصدق تفتح القلوب وتنجز التفاهمات حوار عين التين يغوص اليوم في التفاصيل لبنان الأبيض خالد خوجة رئيسا للإتلاف الوطني السوري في البناء خمسة توقعات لكبير محللي CIA لعام 2015 زوال داعش تعظم دور إيران تراجع أردوغان رعاية روسية للتسويات وعودة طالبان إلى الحكم حواران بالتزام وعون يجدد دعوة لرئيس من الشعب طائرات أمريكية تزود داعش بالأسلحة في الموصل في اللواء عون يحرج جعجع الرئاسة لي أولا والبقية تأتي وقف الاحتقان أمام حوار عين التيني والفيزا للسوريين بدءا من اليوم موجة الأبيض حتى 800 مت أكد متانة العلاقات واطمأن إلى صحة الملك عبد الله لدريان يبحث في الرياض تسليم الأسلحة إلى لبنان البلد عنوانة لبنان يستعد للعاصفة والحوار يستأنف اليوم في عين التيني مسروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن مجددا الجيش العراقي يتقدم في صلاح الدين في الجمهورية الحوار ينطلق بصيغته العملية زينة لبست الأبيض وفي الحياة اقتلح تنظيم استفتاء على مسائل مهمة وإعادة النظر في شأن الاستثمارات الأجنبية روحان يربط تطور إيران بإنهاء عزلتها جيش الإسلام يتفرد بالسيطرة على دومة والمعارضة تتحدث عن وصول حزب الله إلى القامشلي موسكو تتمسك بشروطها للحوار السوري وفد ديبلوماسي من الرياض وصل بغداد لدرس إعادة فتح السفارة داعش يهاجم مخفرا بين العراق والسعودية وختاما مع نبين الشرق الأوسط السفير السعودي في صنعاء يؤكد أن أمن اليمن جزء من أمن المملكة محافظ مأرب للشرق الأوسط النفط والغاز في خطر مباحثات سعودية فرنسية الرئيس الإيراني دعا إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية روحان يهاجم المتشددين ويدعو لإنهاء عزلة طهران الدولية البرلمان أجاز للرئيس حق تعيين الولاة وحول الأمن إلى قوة موازية للجيش السودان تعديلات دستورية توسع صلاحيات البشير كان في النشر عون عن انتخابه رئيسا من قبل القوات ليلة مشاهد خاصة عند تخوم فليطة المعارك لا تزال مستمرة ولبنان يستعد للعاصفة الثلجية زينة ختام النشرى شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر